كثير من الناس يعانون من ألام في أسفل الظهر الكثير من الناس بيتساءل بيقول إيش أسباب هذه الألام أو إيش أسباب هذه الألام لكن كله يعاز إلى شغلة مهمة وأساسية في حياتنا للأسف الشديد ألا وهي ضعف عضلات الظهر ضعف عضلات الظهر بيكون ناتج عن أشياء نذكر منها طبيعة العمل طبيعة العمل إلها دور كبير جدا جدا في ضعف العضلات يعني كثرة الجلوس على الكرسي زي الموظفين الخياطين أو أصحاب التكاسي أو الشوفيرية بيجلسوا فترات طويلة جدا على الكرسي وأيضا كثرة الوقوف في عمومه عدم ممارسة الرياضة له دور كبير جدا في الأمر هذا نهيك عن دور الغذاء أيضا يعني الأغذية تختلف من أغذية صناعية إلى أغذية طبيعية الأغذية الصناعية لها دور كبير جدا في ضعف العضلة لكن الأغذية الطبيعية في عمومة زي الفواكه والخضروات أخص بالذكر واللحوم تؤدي إلى قوة العضلة ومن ثم مقاومتها للألم طيب أسباب ألم الظهر أغلب ألم الظهر بتكون السبب الرئيسي والأساسي فيها هو تقلص عضلات الظهر تقلص عضلات الظهر للأسف الشديد ناتج بنرجع مرة تانية بيقول ناتج عن ضعف عضلات الظهر لو عضلات الظهر قوية ما بيحدث هذا التقلص والتقلص عبارة عن ردة فعل معينة تجاه عمل معين مش قادرة العضلة أو العضلة غير قادرة على القيام به يعني على سبيل المثال بترفع أنت عادة أو نرفع عادة الإنسان بيرفع مثلاً 5 كيلو 10 كيلو أو 15 كيلو فجأة مرة واحدة بيرفع 50 كيلو بيتعرض مباشرة إلى تقلص عضلات الظهر لأن عضلة الظهر عندها مقدرة معينة إنها ترفع مثلاً لغاية الـ 15 أو الـ 20 كيلو فجأة بترفع 50 كيلو بيتعرض هذا لتقلص والتقلص بعض الأحيان إيش؟ بيؤدي إلى قلة الحركة أو انحصار الحركة ومن ثم إيش الإنسان بيقعد فترة يوم يومين ثلاثة أيام في السرير نتيجة عدم مقدرته على العمل أو النهوض أو يعني أنه يمارس حياته طبيعية بنا نتكلم عن التقلص بالذات التقلص يعني أغلب الناس للأسف الشديد طبعاً مباشرةً بيعيزها لإنزلاق غضروفي لا مش كلهم إنزلاق غضروفي التقلص زي ما قلنا ضاعف عضلات الظهر طيب إيش الحل؟ علاج التقلص كثير من الناس بيلجأ إلى عملية التدليك لإزالة التقلص وهذا خطأ شائع التدليك يفاقم الحالة لذلك إذا بدنا نستعمل أشياء والأفضل هو الذهاب إلى الطبيب حتى يصرف له الأدوية المناسبة وحتى يشخصه التشخيص الصحيح والسليم مزيلات التقلص مسكنات تنهي الموضوع بالإضافة إلى كمدات المياه الساخنة وبعض الأحيان بيلجأ إلى الراحة بينما التقلص أنا أفضل دائما الإنسان يمشي ويتحرك حتى التقلص إيش؟ ينفك وبعد ذلك يرتاح الإنسان بالنسبة لي العلاجات الأخرى اللي هي بأتصورها العلاجات الفيزيو الثرابي أو العلاج الطبيعي أفضل أنه بعد ما يزيل التقلص مباشرة إيش؟ يبدأ الإنسان يعمل علاج طبيعي لتقوية عضلات الظهر لمنع التقلص العضلات والسلام عليكم ونلقاكم في حلقة قادمة